اشتركوا في القناة مؤسس قوات الدفاع الجوي صانع مجدها واول قائد لها كقوة رابعة مستقلة ابان حرب الاستنزاف يولد المشير فخري محمد علي فهمي في 11 اكتوبر عام 1920 تخرج في الكلية الحربية عام 1939 ليتدرج في العديد من المناصب القيادية حتى قيادة قوات الدفاع الجوي اشرف على ملحمة بناء حائط الصواريخ فاستطاع ان يودي ورجاله باحلام العدو ليسقطوا الى الابد هالة التفوق الجوي الاسرائيلي في حرب اكتوبر المجيدة وتخليدا لذكره الباقية في عقل ووجدان الامة اطلق اسمه على الدفع 56 فمية عسكرية الفريق محمد محمود ناشي رئيس اركان القوات البحرية الاسبق التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها في 30 من مايو عام 1930 تولى رئاسة عمليات القوات البحرية اثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 تدرج في المناصب القيادية حتى منصب رئيس اركان القوات البحرية وتقديرا لدوره وتاريخه في العسكرية المصرية اطلق اسمه على الدفع 7 بحرية الفريق محمد علاء الدين بركات قائد القوات الجوية الاسبق التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها في 16 من فبراير عام 1956 اشترك في حرب الاستنزال وحرب اكتوبر وتدرج في المناصب القيادية حتى منصب قائد القوات الجوية عام 1988 فاستحق ان تكرمه العسكرية المصرية باطلاق اسمه على الدخل 86 جوية اللواء اركان حرب محمد سعيد علي سليمان رئيس اركان قوات الدفاع الجوي الاسبق التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في الاول من سبتمبر عام 1942 ليلتحق بسلاح المدفعية تخصص مدفعية مضادة للطائرات اشترك في حروب مصر المعاصرة وكان له دور بائز في تساقط طائرات الفانتوم الاسرائيلية اثناء حرب الاستنزال خلال توليه قيادة الفرقة الثامنة دفاع جوي تدرج في المناصب القيادية حتى منصب رئيس اركان قوات الدفاع الجوي وتقديرا لدوره البارد في العسكرية المصرية اطلق اسمه على الضفع 47 دفاع جوي وتصدع الاسماء المضيئة في سجلات العسكرية المصرية فيتجلى المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة وزير الدفاع والانتاج الحربي الاسماء احد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث منهم انطلق البطن ليحصل على باكالريوس العلوم العسكرية في الكلية الحربية عام 1949 لينضم بعد ذلك الى سلاح المدفعية اشترك في حرب فلسطين وهو ما زال بالكلية الحربية وكان من الضباط الاحرار الذين شاركوا في الثورة الثالث والعشرين من يولو عام 1952 تدرج في المناصب القيادية ليتولى قيادة مدفعية الفرقة الثالثة المشاة اثناء حرب الاستنزال واثبت كفاءة عالية في ادارة القتال وتكبيد العدو خسائر فادحة تولى رئاسة اركان مدفعية الجيش الثاني الميداني حتى عام 1971 ثم قائدا لها حتى عام 1974 وخلال توليه هذا المنصب كانت المعركة الحاسمة حرب اكتوبر عام 1973 والتي ابنى فيها العميد ابو غزانة بلاء حسنا وكان وقع دانات وصواريخ المدفعية كالزلزال فوق رؤوس الاعداد هم تخاوى المسطورة الجيش الثاني لا يقر وتحقق المصر المبي وفي نهاية عام 1974 عينا لواء ابو غزانة رئيسا لاركان المدفعية ثم ملحقا عسكريا بالولايات المتحدة الامريكية فمديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة وتم الترقيته لردبة الفريق في الخامس عشر من مايو عام 1980 بيعينه الرئيس السادة رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة ثم ترنى وزارة الدفاع في الثامن من مارس عام 1981 وترقى لردبة المشير عام 1982 وظل في هذا المنصب حتى عام 1989 ومنذ أن تولى المشير أبو غزالة وزارة الدفاع اهتم بتسليح وتطوير القوات المسلحة على أسس علمية دقيقة في شتى المجالة الأمن لقوم المصري واضح معنا منع العدوان على مصر من أي اتلاع ومن أي دولة وإذا حدث هذا العدوان سندمره بكل قوة وتقديرا لدوره العظيم والخالد في العسكرية المصرية أطلق اسمه على الدفاع 113 حربية والدفع 48 معهد فن قوات مسلحة تتوالى العصور تمر السنوات وتتعاقب الأبيال في حمل الرائع ولا تنسى الأمة المصرية قموز العسكرية المصرية المضيئة بيلا بعد الجنة